كمان يمكن بكرة جماهير الاهلي بتتذكر او دايما لا تنسى الحقيقة ذكرى رحيل نجم غالي على قلوب الاهلوية كلهم محمد عبد الوهاب بكرة 31 اغسطس تحل الزكرى السنوية لرحيل لاعب مات في الاهلي مات حبا في الاهلي وفارقت روحه الحياة على النجيل الملعب التتش اعتقد تفاصيل مؤلمة جدا كل جماهير الاهلي تذكرها جيدا كما تذكر لهذا اللاعب الخلوق المخلص المنتمي كل الخير اللاعب اللي قال الاهلي عمره ما خلف معاد معايا فلا يمكن اخلف معاد معايا ورفض كل الاغراءات ورفض كل الضغطات علشان يخرج من الاهلي ومات وشيك النادي الاهلي لسه فيجيبه قبلية 3 ايام جدد سلمت الشيك بتاعه لم يهرول عشان يصرفه حاجة غريبة اوهما بيسلمه الحاجة عشان اديه لقصرته فجيت ان الشيك معاه فيجيبه يعني زي ما يكون ايه مش هامه الموضوع يعني رحمة الله عليه كان نموذجا وكان لعب هايل بالاضافة بقى الى القيمة الاخلاقية الجميلة بتاعته الى انه كان كمان لعيب لأ وهو في سنه صغيرة دي كان يعني بينافس اعتى النجوم الكبار كان لهم مكانة اساسية في المنتخب مصر رحمة الله عليه ونتذكرك دائما ولن ننساك توفي محمد عبدالوهاب في 31 اغسطس 2006 لكنه سيبقى في قلوب كل الاهلوية حيا دائما بسرته وبعطاءه وباخلاصه وبسلوكه بحاجات كتيرة جدا لمحمد عبدالوهاب الفرحمة ونور على روح الطيبة الطاهرة